اهلا بيكم معاكم مريانا عياد من قناة باحث علمي متميز مكملين مع بعض سلسلة فيديوهات لشرح طريقة التوصيق وفقا لنظام الاي بي اي الاصدار السابع النهاردة هنشرح ازاي اوصك رسالة الماجستير او الدكتوراء الموضوع بسيط وسهل جدا في البداية كده لازم تكون بس تفرق ما بين حكتين هل رسالة الماجستير او الدكتوراء اللي انت مقتبس منها دي جزء هي منشورة ولا غير منشورة علشان كل واحدة لها طريق التوصيق واحد يقول لي طب انا ما اعرف منين اصلا ان الرسالة اللي قدامي اللي انا باخد منها جزء او باقتبس منها جزء هي منشورة او غير منشورة الاجابة بمنتهى الوضوح والبساطة طالما الرسالة بصي كده الصورتين اللي قدامك دول طالما الرسالة موجودة جوه اي جمعة موجودة في مكتبة أي جامعة تبقى هي كده رسالة ماجستير أو رسالة دكتوراء غير منشورة لكن طالما الرسالة اتحطت على إحدى المواقع الإلكترونية المشهورة أو حتى غير المشهورة زي مثلا دار المنظومة أو البروكويست أي موقع طالما هي موجودة على الإنترنت تبقى كده هي مالها منشورة زي الصورة اللي على إيدك كده اليمين يبقى ده الفرق ما بين رسالة الماجستير المنشورة وغير المنشورة المنشورة هي منشورة على أحدى المواقع الإلكترونية لغير المنشورة هي موجودة بداخل مكتبة أي جامعة تمام كده علشان كل طريقة كل رسالة لها طريقة توصيك زي ما نتعلم دلوقت المنشورة لها طريقة وغير المنشورة لها طريقة يلا نتعلم مع بعض إزاي نوصف تمام ادي المرجع الأصلي للإي بي إي الإصدار السابع بنجيب منه المعلومات بتاعتنا علشان نكون وثقين ومتأكدين منها لو فتحنا صفحة 511 في هذا المرجع هلاقي في نهاية الصفحة كده بيقول لحضرتك اللي هي الأطرحات والرسايل هذه هتطلق جدولين قدامك كده بيقول لك الجدول الأولين ده في حالة إنها تكون منشورة والجدول الثاني في حالة إنها غير منشورة نشوف طبعا الفرق ما بين الاتنين دلوقت بصي كده في أول جدول عرب لك كده عشان تشوف معي في حالة هي يعني رسايل أو أطرحات غير منشورة موجودة جوة أي كلية أو أي جامعة جوة المكتبة مش موجودة على الإنترنت هواسطكها إزاي تجيب أول حاجة اسم المؤلف ثم السنة ثم عنوان هذه الرسالة أو هذه الأطروحة تمام ثم ما بين قصين في حالة إن هي أطروحة دكتوراه تمام أما في حالة إن هي رسالة مجلسير هتقول تمام كده وفي النهاية بعد ما بتحط ما بين قصين الموضوع ده تحط نقطة وبعدين في النهاية بتحط اسم الجامعة أو اسم المؤسسة مانحة الدرجة اسم الجامعة بقى أو اسم معهد المهم بتحط في النهاية إيه اسم المؤسسة مانحة الدرجة طيب ده في حالة إن هي تكون إيه غير منشورة تعالا نشوف كده بيوضحها لك أكتر أهو بيقول لحضرتك لو في قيمة المراجع وراء هتحط اسم المؤلف كما أو الحرف من اسمه ثم السنة ثم عنوان هذه الرسالة أو هذه الأطروحة وما بين قصين تقول وتقفل القصين وتحط اسم الجامعة في أي مشكلة خالص موضوع بسيط خالص خمس معلومات بحطها في التوصيق اسم المؤلف السنة عنوان الرسالة ثم ما بين القصين تروحة دكتوراه غير منشورة أو رسالة ماجستير غير منشورة ثم بنهي بالجامعة بس خلاص طيب لو أنا عايز أوسك جوه المتن الرسالة جوه الرسالة بأوسك إزاي عندي طريقتين لو أنا عايز أوسك في نهاية الفقرة بتحط اسم لقب المؤلف ده هو اسم المؤلف ثم السنة ما بينهم كما تمام وطبعا لو عربي نفس الكلام اسم لقب المؤلف والسنة ما بينهم فصلة خلاص طيب لو أنا عايز أوسك في بداية الفقرة بقى أو في وسط الفقرة بطلع بس اسم المؤلف برا الأقواس بس في أي مشكلة خالص موضوع فهل وبسيط للغاية طيب نجوف بقى في حالة إن هي رسالة ماجستير أو رسالة دكتوراه منشورة موجودة في إحدى المواقع الإلكترونية هجيب نفس الكلام اسم المؤلف ثم السنة ثم عنوان الرسالة أو عنوان هذه الأطروحة وما بينقصين أقول رسالة دكتوراه منشورة وبعدين بقى ما أقفرش الأقواس زي ما منتعودها لا أعمل إيه أحطكم ثم اسم الجامعة أو اسم المؤسسة منحت الدرجة دي وأقفر الأقواس طيب إيه بقى الزيادة الزيادة أنا أحط اسم الموقع اللي أنا جايب منه هذه الرسالة زي ما أنا قلتلك من شوية حط اسم الموقع طيب أو لو الموقع ده يعني هو أنا لقيت الرسالة فتحت كده النت لقيتها مش موجودة مش موجودة في موقع خلاص حضرتك لو ما فيش موقع بيقولك فيه اختيار تاني أور إنك تحط اللينك بتاع هذا الموقع تحط اللينك تمام طيب آدي المثال التوضيحي آه نفس الكلام آدي اسم المؤلف في حالة بقى إن هي موجودة على إحدى القواعد البيانات أحط اسم المؤلف السنة آآ اسم عنوان الرسالة وبعدين بحط في حالة إنها طبعا رسالة آآ باللغة الإنجليزية بيبقى ليها نمبر أي أطروح الدكتوراه أو ماجستير كده موجودة على الإنترنت لازم تلاقي في أول صفحة كده رقم هو ده النمبر هتحطه ما بين قصين ثم تفتح الأقواس اللي احنا متعودين عليها وتكتب رسالة آآ ماجستير آآ رسالة ماجستير أو أطروح الدكتوراه كومة آآ وبعدين تحط اسم الجامعة تمام كده في النهاية لسا أقلين بنحط إيه اسم إيه الموقع اللي أنا جبت منه هذه الرسالة طيب لو أنا عايزة أوصك في آآ الرسالة من جوة في متن الرسالة آآ نفس الكلام ما فيش أي اختلاف المؤلف فصلة السنة أو المؤلف آآ خارج الأقواس في حالة أن أنا هواصك في بداية أو في وسط الفقرة طيب واحد يسألني يقولي معلش طيب هو في فرع ما بين الإنجلش والعربي خالص ما فيش أي اختلاف نهائي بصي كده في حالة إن هي رسالة ماجستير غير منشورة آآ هي العربي زي الإنجلش بالزبط هتحط اسم المؤلف آآ اللقب بتاعه فصلة اسم المؤلف السنة آآ وثم عنوان هذه الرسالة ثم بتحط ما بين أقواس رسالة ماجستير غير منشورة ما بين قصين والقصين دول بيتجابوا من شفت به شفت ياه الأقواس دي ماشي؟ من شفت به وشفت ياه بقفل الأقواس بشفت ياه وثم أحط اسم الجامعة زي كده جامعات الطائف تمام كده فيه أي اختلاف ما بين العرب والإنجلش نهائي ما فيش أي اختلاف في الإنجلش بقول وفي العربي بقول رسالة ماجستير غير منشورة بس وده ما فيش أي اختلاف احنا بس بنترجم لو هي بقى أطروح الدكتوراه غير منشورة نفس الكلام اللقب اسم المؤلف السنة عنوان الرسالة وبحط أطروح الدكتوراه غير منشورة ثم اسم الجامعة عادي جدا طب لو هي بقى منشورة في إحماق قواعد البيانات عملنا إيه؟ حطينا في الإنجلش زي وزي العربي بالظبط اللقب ثم الاسم ثم السنة ثم بحط اسم عنوان الرسالة دي سموا بين قوسين بقول إيه؟ رسالة ماجستير وبعدين بحط إيه؟ فصلة جمع اسم الجامعة وبعدين بقى في الأقواس سكت على كده؟ لأ من شوية قلت لك تحط في النهاية اسم قاعدة البيانات هنا كتب لك دار المنظومة طيب لو أنا مش عندي اسم قاعدة بيانات مشهورة هعمل إيه؟ أهو بيقول لحضرتك تحط في النهاية في نهاية الفصيك اللينك اللي انت جاب منه هذا هذه الرسالة بحيث أن القارئ مجرد ما يضغط على هذا اللينك تتفتح له إيه؟ هذه الرسالة تمام؟ أنا كده خلصت معيك شرح إزاي أوسك رسالة الماجستير أو رسالة الدكتوراه المنشورة وغير المنشورة وفقا لنظام الإيه بي إيه الإصدار السابع لو عندك أي سؤال بخصوص التوصيد اكتبوا لي في الكومنتات وأنا هرد عليك أتمنى من كل قلب إن إحنا نكون قدرنا نوصل المعلومة وأتمنى لكم كل التوفيق وشكرا